استعرض رئيس مجلس الوزراء مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بمجب مجموعة من المحفزات بتعاون بين الحكومة ومطور القطاع الخاص وخلال اجتماع لبحث تنفيذ المبادرة أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتبع الدورية لملف تصدير العقارة مؤكدا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبية وستحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البرصة المصرية وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية وتحقيق تدفق دولاري كبير وكذلك إحداث تعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية